علي عدنان مندرس، الزعيم التركي الذي عدمه جنرالات العسكر بحجة الخروج على النظام العلماني للدولة منذ عام 1923. بدأت حكاية مندرس المولود عام 1899 في مدينة أيدن بالأناظول. حينما قرر الانفصال عن حزب الشعب الجمهوري وتشكيل حزب جديد وهو الحزب الديمقراطي عام 1945، والذي اكتسح أغلب مقاعد البرلمان في انتخابات 1950 ليشكل الحكومة ويديرها عشر سنوات. ورغم ظهور نجمه في السياسة من عباءة العلمانية وحزب أتاتورك إلى أنه تعهد بتعزيز الحريات بما فيها الدينية، إذ عاد تعريب الأذان وافتتح معاهد دينية وأخرى لتعليم القرآن. أما على صعيد التنمية والاقتصاد، فقد أحدث طفرة غير مسبوقة شهد لها الخصوم قبل غيرهم، اتطورا قطاعات الزراعة والصناعة، وشق طرقا ضخمة، وشيد جسورا ومدارس وجامعات. أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد سلك سياسة الانفتاح على المحيط العربي، الذي أراد نظام الجنرالات العلمانيين ترسيخ القطيعة معه. بالتوازي مع ذلك، فقد شيد مندارس أقوى العلاقات مع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي، إذ دفع ببلاده لأحضان حلف الناتو الذي طالما اعتمد على تركيا في وقف المد الشرقي السوفيتي. لكن هذا لم يكن ليشفع لمندارس، الذي استفزت إصلاحاته وسياسته أقطاب العلمانية، فحركوا الجيش لإطاحته والانقلاب عليه صباح السابع والعشرين من مايو عام 1960، فاعتقل مندارس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء، وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا. حكم على مندارس ووزيري الخارجية والمالية بالإعدام بعد محاكمة سورية، ونفذ الحكم في السابع عشر من أيلول 1961. وقد نقلت جثامين مندارس ووزيريه إلى إسطنبول في ضريح كبير، بات مزاراً للملايين للتذكير بالظلم الذي تعرض له أول رجل عاند الجنرالات، وطرق باب الديمقراطية.